وينضم إلينا من لندن سلطان العبدالي المحامي والناشط الحقوقي السعودي سيد سلطان تعليقكم بداية على هذه التطورات الأخيرة المتلاحقة والمتعلقة بالإقرار الرسمي السعودي بوفاة جمال خاشقجي بعد شجار وقع في القنصرية أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام عموما تنويه قبل البداية لست أستطيع أن أستمع إلى شخص في قضية دم وفي قضية تعذيب وفي قضية تقطيع أوصال الجثث أن يتلاعب بهذه الطريقة بهذه التلاعبات اللفظية فلنترك هذا جانبا ندخل للموضوع في البداية محمد بن سلمان قال خرج بعد عشرين دقيقة أو ربما ساعة إذن هو أثبت خروجه والآن يكذب يقول أن حدث شجار ثم قالوا تركيا والإخوان وقطر اغتالوا جمال خاشقجي وكل الصحافة السعودية والمغردون وذباب سعود القحطاني عبر وزيره يقولون هذا الكلام بدون مواربة ثم أصبحت قضية شجار بمنشار كل ذلك يا سيدتي تغطية وتضحية ببعض الأشرار مثل عسيري والقحطاني وغيرهم من ضباط الاستخبارات ووزراء الذباب الكتروني حتى يغط على الرأس الكبير وحتى يسلم رأسه من طوق النار برأيك ما هي أسباب إطالة أمد الإنكار طالما أنهم خرجوا في النهاية ليقروا وفاة الرجل في القنصلية أنا أقول أن لدينا الآن إشكال أخلاقي وليس إشكالا قانونيا وإن كان كثيرا وليس إشكالا سياسيا الإشكال الأخلاقي أن ترامب يسأل الملك عن القضية يقول لا أدري عن هذه القضية محمد بن سلمان يقول الرجل خرج المشترك في الجريمة الآخر السفير في واشنطن خالد بن سلمان يقول لا يمكن حدوث شيء مثل هذا العمل بدون علمنا أما قضية لماذا الأسباب ولماذا جعل عسيري وسعود القحطاني ووزير الذباب كبش فداء السبب واضح لأن بن سلمان الآن أصبح طوق النار على رقبته ويريد أن يضحي بهؤلاء كلهم وإلا في لماذا يضحي بعسيري ولا يضحي برئيس الاستخبارات خالد الحميدان لماذا يضحي بهؤلاء ولا يضحي بالقنصل التي حدثت الحادثة أمام عينيه لماذا لم يعلن أسماء الثمانية عشر متهما لماذا تأتي طائرتان باسمه الشخص الشركة يملكها كل هذه الأدلة وكل هذه القران يا سيدتي تدل على فقط محمد بن سلمان الآن يحتمي بشيء واحد يحتمي مع أنه هو الذي مارس هذا الإرهاب على الأستاذ جمال خاشقجي رحمه الله وهل يحتاج بعد أن يحتمي بترمب هل يحتاج الاعتراف بأنه قتل عبر شجار إلى ثمانية عشر يوما هذا سؤال كبير جدا أخشى أن يكون في الأمر ما فيه ولكن عموما يحتمي الآن بترمب هو لا يعلم أن ترمب نفسه متورط الآن لأنه قد يبتزه بالمليار التي أعطاه إياها كاش عبر اليخت كما نعرف وكما ذكر بعض أعوال كونغرس وبالرغم أيضا من ذلك بالرغم من هذا الإقرار السعودي عضو لجميع التمادات في الكونغرس الجميع سيد سلطان ينتظر نتائج التحقيقات التركية ماذا تتوقعون في هذا الإطار؟ الكرة الآن في ملعب الأتراك والأتراك كانوا أذكيا في التعامل مع القضية شيئا شفشيئا وكانوا يسربون بعض التسريبات التي توحي وقد نمى إلى علم أنهم أعطوا بعض المخابرات مثل المخابرات إما الأمريكية والبريطانية وغيرها بعض التسجيلات التي تثبت تورط ابن سلمان عبر بعض المكالمات المعترضة التي سربت في بعض الصحف التركية الكرة الآن في مرماهم فإما أن يبرزوا كامل الحقيقة التي تدل على أن ابن سلمان نفسه متورط في هذه القضية مع أخيه السفير الذي في واشنطن استدرج جمال خاشقجي إلى القنصلية في اسطنبول أو أن يعقد صفقة وأنا لا أتوقع هذا أنا أتوقع أن يخرج الادعاء التركي والقضاء التركي الحقيقة كاملة حتى لا يضيع دم هذا الرجل وحتى لا يعين السعوديين أو النظام السعودي في امتهان السيادة التركية التي تواجهها الآن يعني معارضة كبيرة من المعارضة في الداخل التركي ماذا تتوقعون أن يكون تأثير هذا الإنكار طويل المدى على مدى أسبوعين على الشارع السعودي في داخل السعودي يا سيد سلطان الشارع السعودي يا سيدتي الآن محتقن جدا وليس جراء هذا التصرف الاستخبارات الغبي بل الشارع السعودي محتقن من جميع الملفات التي يديرها ابن سلمان في الداخل عبر بعثرة مئات المليارات في هباء في اليمن أو في عند ترامب أو في صفقات أسلحة لا نحتاجها هذا جانب الجانب الآخر جميع الملفات الاقتصادية الداخلية التي يعني عمل عليها ابن سلمان كلها فاشلة وكل يوم تثبيت فشلها وآخرها لعله مؤتمر دافس الصحراء الأخير هذا جانب الجانب الآخر الآن المجتمع السعودي بدأ يعي هو بدأ من قديم ولكن الآن بدأ يتركز لديه الوعي أن هذه السلطة تفتقد حتى للأخلاق فهم يكذبون ويكذبون ثم يضحون بكبوش فداء وفي هذا اليوم سمعنا أن كبش الفداء هو نائب الرئيس ووزير الذباب سعود القحطاني شكرا جزيلا لك سلطان العبدالي كنت معنا من لندن وفيما ينضم إلينا من عمان عبر الإنترنت الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية سيد حسن ربما لنركز على التصريح الأول للرئيس الأمريكي الذي أبدى موافقته أو اقتناعه بالرواية السعودية فيما يتعلق بوفاة أو مقدل جبال خاشو طبعا وفاة حسب الرواية السعودية كيف وجدت هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي يعني كان ردا متوقع متوقعا هو نعرف منذ البداية بأنه لا يريد أن يخرب العلاقة مع السعودية على مسألة من هذا النوع لأنه يقيم وزنا أكثر لمسألة الصفقات التي وقعتها الإدارة الأمريكية مع الولي العهد السعود محمد بن سلمان فبالتالي وشعر بنوع من من الراحة لأنه أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية واجه ضغطا شديدا من الإعلام الأمريكي الذي تمهى تماما مع الضحية وأيضا الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الذي بدأت تطالب فيه أصوات كثيرة بأن يفرض عقوبات على السعودية وهو ربما لا يريد أن يفرض هذه العقوبات لمصالح جزء منها مصالح شخصية وجزء منها مصالح تتعلق برؤيته لتحسين الاقتصاد الأمريكي لكن هو وجد نوع من الراحة بأنه قدمت السعودية رواية هذه الرواية بالنسبة له هي رواية إلى حد كبير مقنعة لأنها أعلنت عن تحمل السعودية مسؤولية القتل وأن ما يجري هو نتيجة التحقيق السعودي وبالتالي سوف يتم محاسبة المسؤولين أو المتورطين في هذه المسألة بعيدا عن ولي العهد السعودي هذا ما يريده ترامب هو يريد أن ينأى بولي العهد بعيدا عن هذه المعضلة لأن الإعلام الأمريكي بشكل كامل وأبرز أعضاء مجلس الشيوق أشاروا بأصابع اتهم واضحة على ولاية العهد السعودية وفي بعضهم طالب بي أيضا تنحية ولي العهد كشرط لاستمرار العلاقة الاستراتيجية المطلوبة أمريكيين والمطلوبة أيضا سعوديا فيما أشرت له الآن دكتور حسن كانت هناك تسريبات وكلام عن محاولات سعودية لإيجاد تخريجة لما حدث بهذه الخطوة السعودية هل هناك مجال لتخفيف الضغط الدولي على المملكة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي أم أنه ينقلها إلى مسار آخر بعد هذا التصريح السعودي يعني الخطوة السعودية الجديدة التي جاءت متأخرة جدا وجاءت نتيجة لضغط دولي شديد هي أيضا في سياق شراء الوقت بالنسبة للسعودية لأنها تأمل بأن تخفوا هذه القضية من الاهتمام العالمي مع مرور الوقت لكن هذا لا يبدو بأنه سيحدث والكل ينتظر ماذا ستقول أنقرة في اليومين القادمين التحقيقات التي ستكشف عن حقيقة ما جرى فالرواية السعودية غير مقنعة بالمناسبة للرأي العام العالمي لا يعقل أن يقتل شخص بوزن الخاشقجي وأهمية الخاشقجي نتيجة الشجار وإذا كان بالفعل شجار كيف يمكن نفهم إخفاء الجثة كيف يمكن نفهم تقطيع الجثة فبالتالي يبدو أن مسرح الجريمة أعد مسبقا وهذا لا يمكن أن يجري إلا بأمر من مسؤول ما من هو المسؤول الذي يمكن أن يتخذ هذا الإجراء والذي يتورط واضح اللاهوية الجاني لكن لا أحد يريد أن يشير إليه بشكل مباشر الآن بعد هذه الرواية السعودية والجميع ينتظر أنا بتقديري أن الضغط الدولي سيستمر على السعودية الضغط الدولي سيستمر الآن سيتحول إلى أوردوغان نفسه الذي عليه أيضا أن يكشف وعليه أن يطالب بحق بلاده في استجواب المسؤولي المتورطين فإذا كانوا هؤلاء ما أعلنت عنهم السعودية بالفعل هم المتورطون إذن يحق للتركية أنا بتقديري أن تطلب استجوابهم أيضا حتى تعرف من أعطاهم هذا الأمر والقضية ليست الآن قضية جنائية لأنها أخذت منح سياسي كبير جدا وخطأ وصلت الفكرة من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية شكرا جزيلا لك التصريحات والإجراءات السعودية التي تأتي بعد نحو ثمانية عشر يوما على اختفاء ومقتل جمال خاشقجي ما زالت تثير المزيد من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة وتتجه الأنظار إلى الساحة التركية حيث تتلاحق التصريحات ردا على التحقيقات السعودية الآن إلى هذه النافذة مع زميلة سلمة الجمال في إسطنبول شكرا لكم إزدهار وعبد القادر أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نرصد فيها كل جديد من هنا من إسطنبول حول تطورات هذه القضية آخر التصريحات وكيف تتفاعل وآخر أيضا المعلومات حول ما جرى والسؤال الأهم أين جثة جمال خاشقجي في هذا السياق قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك إن الإعلان السعودي عن مقتل خاشقجي من شأنه أن يسرع التحقيقات في القضية وأن يبين هوية من لهم علاقة بمقتله ومن هو المسؤول عنه نتابع التطورات في السعودية فهناك بعض مسؤولي الاستخبارات أقيل من وظائفهم واعتقل 18 مواطنا سعوديا على خلفية الحادث والمدعي العام السعودي في بيانه أكد مقتل خاشقجي وأنه مات نتيجة شجار مع مواطنين سعوديين طبعا هذا التصريح بعد هذه المدة من شأنه أن يسرع المسيرة التي بعدها وأن يوضح من كان هؤلاء الذين كانوا في القنصلية وقت مقتل خاشقجي ومن هو المسؤول عنهم وكل الدنيا تنتظر ذلك وعن التأخر السعودي في الاعتراف بالواقع قالت شيليك إن تركيا تجري تحقيقها المستقل في القضية وأن كشف ما جرى هي مسألة شرف بالنسبة لها لأنه قال إن تركيا لا تعرف كيف تحقق السعودية وأنها ما زالت لديها أسئلتها كان الجميع ينتظر أن يتم الاعتراف بما حدث منذ اليوم الأول وهو موضوع يسأل عنه في كل وسائل الإعلام المحلية والدولية منذ البداية سيبقى هذا السؤال مطروحا حتى من حكام بعض الدول نأخذ الإعلان السعودي بعين الاعتبار لكن سيكون لدينا أسئلة سنسألها لكن كما تعلمون لدينا تحقيقان في هذه القضية واحد مشترك مع السعوديين وواحد مستقل وبلا شك سننتظر بعض الأجوبة من الأدارة السعودية لن نتهم أحدا عبثا ولن نرضى أن يبقى أي شيء مستترا هذه الحادثة مع أنها وقعت داخل القنصلية السعودية لكنها ضمن أراضينا وإظهار ما حدث مسألة الشرف بالنسبة لنا وضفت شليك أن تركيا ثابتة على موقفها وأنها ستظهر نتائج التحقيقات للعلن دون التسرع في اتهام أحد أو التستر عليه منذ بداية القضية تعرضت تركيا لهجمات من مراكز الدعاية السوداء تتعلق بطريقة إدارتها للتحقيق واتهمت أن هناك محاولات لتمرير صفقات ولكننا ومنذ البداية وكما قال الرئيس أردوغان أكدنا أننا سنظهر الحقائق أيا كانت وأنه لن يتم التسرع في اتهام أي أحد استنادا لأخبار مغلوطة ولن يتم التستر على تفاصيل القضية وسيعلن بدقة ما حدث وينضم إلينا هنا من اسطنبول عمر خشرم من أمام النيابة العامة ومحمد معوض من أمام القنصلية السعودية ومن أنقرة المعتز بالله حسن أبدأ مع عمر خشرم عمر ما هي التحركات التي تجري الآن في سياق التحقيقات إن كان داخل النيابة العامة أو خارجها نعم يتوقع وصول وفد التحقيق السعودي اليوم إلى هنا إلى القصر العدلي في اسطنبول إلى حيث مقر المدعي العام الجمهور الذي يتابع هذه القضية منذ بدايتها يتوقع وصوله في الساعة الخامسة أو بعد ذلك حسب مصادر المدعي العام خلال هذا اللقاء وحسب التسريبات هناك الكثير من الأسئلة التي ستوجه للفريق السعودي من قبل التحقيق التركي لأن هناك الكثير من الأمور الغامضة وخصوصا فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بعد عملية القتل وعملية إخفاء الجثة فعلا هذا أمر مهم جدا وجميع الأنظار تتجه إلى الإجابات التي يمكن أن يقدمها الوفد التحقيق السعودي إلى الجانب التركي كذلك هناك أيضا أسئلة أو مطالب من الجانب التركي للجانب السعودي بتقديم بعلومات تفيد في التحقيق وتسرع في التحقيق أيضا سيقوم الجانب التركي بإطلاع الوفد السعودي على مجريات التحقيق وعلى مسار التحقيق وعلى بعض المعلومات التي تفيد الجانب السعودي أيضا الجانب السعودي سيطلع الجانب التركي على التحقيق الذي جرى في السعودية والنتائج التي توصدت إليه هذا من جانب من جانب آخر هناك تحقيق مستمر وهو مهم جدا التحقيق مع العاملين في القنصلية السعودية والمنزل السعودي ومن خلاله ستقوم الشرطة التركية بتفتيش بعض الأماكن مرة أخرى أشكر اشتركوا في القناة